أطلق الشباب المقدسي دعوات في مختلف مناطق وأحياء وقرى المدينة المقدسة تدعو لإغلاق المساجد والتوجه لأداء صلاة الجمعة يوم غدا في المسجد الأقصى المبارك للمرابطة فيه في وجه دعوات جماعات الهيكل المزعوم لإفراغ المسجد وإخلائه ليتسنى لهم تقديم قرى بن عيد الفصحي في باحته دعوات شبابية في مدينة القدس لإغلاق مساجد ضواحي وقرى وبلدات المدينة والتوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك يوم غد ردنا على دعوات جماعات الهيكل المزعوم لإفراغ وإخلاء المسجد في هذا اليوم من المسلمين ليقدموا قرى بن عيد الفصحي في ساحاته لا يمكن بحال من الأحوال أن يسمح المقدسيون أو أبناء فلسطين أو كل مسلم كما قلت في العالم لأن تمر مثل هذه الدعوات هذه دعوات خطيرة وخطيرة جدا يتحمل مسؤوليتها أولا الذين يدعون إليها وكذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي يأتي بهذه المجموعات ويحرص هذه المجموعات في مسيراتها وفي أعمالها العدوانية واكتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك بالقوة قرية العيسوية كانت أول من لبى هذه الدعوات حيث أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القرية عن إغلاق كافة المساجد هناك دعينا المواطنين لأداء صلوات الفجر والجمعة في المسجد الأقصى مؤكدين على أن الرباط في الأقصى والتواجد فيه طوال أيام عيد الفصح اليهودي هو واجب ديني ووطني كان هناك تحرق فلسطيني مقدسي وبالذات من أهل العيسوية كان عندنا صلاة للمدخل الغربي تم إلغاء الصلاة تعليقها والتوجه لسحات مسجد الأقصى بصلاة الفجر ردا على سياسة الاحتلال وصلاة الجمعة تكون بالأقصى وخاصة أنه بالزمينة نفس المناسبة ذكرى 33 يوم الأرض فكان هناك تحرق من أئمة المساجد والمؤسسات أهل العيسوية والقوة الوطنية والإسلامية بالدعوة جميع المقدسيين ليس بس قرية العيسوية أن إغلاق المساجد وتوجه من صلاة الفجر على أبواب مسجد الأقصى للرباط مثل أيام القمرات وأيام البوابات حتى نردع الاحتلال ونردع اليهود المتطرفين اللي بحاولوا دائما يدنسوا المسجد الأقصى سابقة خطيرة تلك الدعوات المتطرفة للجمعيات الاستيطانية وجماعات الهيكل المزعوم بمطالبتهم للمسلمين بترك المسجد الأقصى لاستباحته يوم غدى الجمعة عشية ما يسمى بعيد الفصح اليهودي الذي يعتبر أخطر الفترات التي تمر بالمسجد الأقصى طوال العام حيث تزداد فيه أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى حينما اقتحمت باحة الحرم القدسي الشريف جماعات من المستوطنين وقدر عدادهم بمئة متطرف تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال من مدينة القدس المحتلة حافظ أبو صبراء رؤيا